فالمسيح يحبك لا يريدك أن تهلك توب الآن وقبله مخلصا لأن كل من له يعطف يزداد ومن ليس له فالذي عنده يأخذ منه والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وفي مثل الأمناء يقول أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامه نعم الذبحو في سنة سبعين ميلادي وطبعا كل إنسان لا يؤمن بيسوع المسيح عندما يرجع ستواجه عيناه عيناه القضاء أحبائي أنا أدعوك لتتوب إلى الله وتؤمن بيسوع لأنه مكتوب أحبائي الذي يؤمن بيسوع المسيح له حياة أبدية خليني بدأ أقرأ أيتين هيك على السريع إصحاح الثلاثة من آية 18 الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا فإذن كيف تدعي إن المسيح يدعو للعنف مع إن ألاف ألاف عشرات الألاف من العابرين من المسلمين انجذبوا إلى رسالة المسيح الذي علم عن المحبة والتسامح فالمسيح يحبك لا يريدك أن تهلك توب الآن وقبله مخلصا وتعال إليه واحصل على الحياء الأبدية من خلال يسوع المسيح والرب يباركك